دائماً ما يكون العامل المادي مؤثر على فرق كردستان في الدوري الكروة وبالتالي منظومة فنية جيدة يمتلك نادي تهوك ولكن هل الأمور المادية سوف تصعف هذا الفريق للاستمرار بشكل إيجابي من خلال الجولات المقبلة أم سوف نشهد تعثر لهذا الفريق بسبب الجانب المادي لنادي تهوك أستاذ محمد نتمنى أن لا تحصل هذه الأمور في نادي دهوك أو في نادي زاخو وفي نادي أربيل أو في نادي نوروز الفرق الكردستاني والشمالي الذي تشارك في الدوري نجوم العراق الفرق أكثرها مالياً وظروفها ليس بالشكل الصحيح وليس بالمراد الذي يريدوها الإدارة واللاعبين أو الكادر التدريبي وخاصة نادي دهوك الآن كان عندهم مشكلة بصراحة في منتصف الدوري نتمنى أن نتلافى هذه الأمور على مد يستقر المنظومة كاملة في نادي دهوك واستمرها بالنتائج الجيدة وحالياً هم في المركز الثالث هذا يدل على الإدارة والمدرب واللاعبين في المسار الصحيح ونذكر شيء سام حمد بأن الجدول كان صعب على نادي دهوك شرطة نوروس بعدين زاخوة بعدين نفط الوسط وهذا يعني شكل عائل كبير على نادي دهوك بصراحة ونتمنى لكل فرق الكردستانية أو الفرق الجنوبية اللي تسافر كثير ومسافات كثيرة شوية يتراعي الأمور اللي عدم لأننا الجدول الموضوع في الدوري حاسبين حساباتهم في مطارات في أمور كثيرة ولكن وضعية البلد مو بهذا الشكل بصراحة نعم